بسم الله الرحمن الرحيم عزائي المشاهدين اهلا بكم في حلقة جديدة مهمة جدا للمرضى والناسس الاصحاء والدول عموما وخصوصا دولنا في علامنا العربي وعلى وجه الخصوص دولة مصر ايه الحكاية بقى اللي جاين نتكلم فيها النهاردة وهي حكاية مهمة جدا وبحث مهم جدا معمول في دولة فنلندا بيقول ان الدولة ممكن توفر مليارات من الدولارات سنويا ازا عملت بالنصايح اللي موجودة في البحث ده وممكن تحافظ على صحة مواطنيها بدرجة جبيرة جدا وتديهم سنين زيادة بصحة اكتر من ما هو موجود حاليا بالنسبة لهم تعالي نتكلم عن البحث ده والنصايح ونتكلم فيه بصورة يعني مش صحية بس بصورة اقتصا اقتصادية وننصح فيه دولنا وعالمنا العربي وخصوصا دولتنا في مصر اه اه اللي هنلاقي انها ممكن توفر مليارات الدولارات سنويا وتحافظ على صحة الناس اللي عايشين فيها البحث معمول في دولة فنلندا ودي دولة اوروبية تعداد سكانها بسيط جدا صغير لا يتجاوز خمسة مليون مواطن عملوا استاذ كبير في الطب اسمه جان مارتي كاينن جان مارتي كاينن اللي احنا شايفين صورته قدامنا دلوقتي بزل مجهود واستعان ببحثين كتير معظمهم في الرياضيات مش في الطب بمعادلات رياضية علشان النتائج اللي جاي يا جماعة نتائج اقتصادية بحتة ممكن تحسن من اقتصاد اي دولة وتنقلها نقلة كبيرة جدا عمل ايه الاخ جان مارتي كاينن جان مارتي كاينن لقى ان سبعين في المية من الشعب الفنلندي يستهلك الحبوب الكاملة يعني بياكل ما يوازي رغيف او اتنين في اليوم من الحبوب الكاملة ودي لقاها بتوفر على البلد بتاعته اقتصاد كتير جدا ضخم جدا ولكن لقى ان حوالي تلاتين في المية من الشعب الفنلندي لا يزال يستهلك الغذاء الضار بالصحة اللي هو العيش او الخبز اللي هو من غير منزوع النخالة يعني حوالي لو قلنا فنلندا حوالي خمسة مليون انسان في حوالي لسه حوالي واحد ونص مليون انسان فنلندي بيستخدموا العيش المنخول العيش الابيض او المعمول بالدقيق المنخول وان ده بيزود فرص اصابتهم بمرض السكر فعمل معادلات الرياضية ان لو التولت الشعب الفنلندي اللي ما بيستخدمش العيش الصح العيش اللي هو غير منزوع العيش اللي حدثوا الحبة الكاملة العيش اللي مش منزوع منه المخالة هذا التولت بدأ باستخدام حصتين يوميا اللي هي رغيف عيش يعني او رغيفين عيش حد اقصى يوميا زي وزي بقية الشعب الفنلندي على مدار العشر سنين القادمة هيقدر يوفر بس مصاريف علاج مرض السكر في فنلندا المليون ونص انسان دول هيوفروا في العشر سنين الجايين ما مقداروا واحد مليار يورو يعني ميت مليون يورو سنويا مصاريف مباشرة مش غير مباشرة يعني ايه مباشرة يعني مساريف رعاية صحية ادوية سكر وعلاجات سكر والحاجات اللي تتصرف على مرض السكر ده في مرض السكر بس لانه ما يقدرش يعمل البحث بتاعه على امرات كتير ولا هيدخل متغيرك كتير لكن احنا لو رجعنا حتى بس للحلقة اللي فاتت لقينا ان الحبة اللي عيشة اللي بالحبة كاملة ده مش بس بياقي من مرض السكر لا ده بياقي من امراض القلب يعني في امراض تانية كتيرة جدا يقدر لو دخلها الاخ جان مارتي كاينين ده في المعادلات وكانت تسمح بها المعادلات كان يتوقع لنا كمان رقم اكبر يمكن تلات اضعاف الرقم ده فده باختصار ملخص البحث بتاع الرجل ده بيقول انا ممكن اوفر على الدولة لو المليون ونص لو تلت السكان اللي ما بيستخدمش الحبة الكاملة بدأ يستخدمها اوفر او نوفر على الدولة ميت مليون يورو سنويا مع اعطاء الناس دي سنين اكتر بصحة احسن وده طبعا هتبقى تكلفة غير مباشرة كمان طيب لو احنا بقى طبقنا الكلام ده على عالمنا العربي جينا نمسك بلد زي دولة مصر البلد بتاعتي احنا عندنا حوالي تعداد السكان مية وعشرة مليون انسان وهؤلاء جميعا لا يستخدمون الخبز يعني الكامل هزول حبة الكاملة ولكن يستخدموا الخبز منزوع النخال ده الطبيعي في مصر فاحنا عندنا مية وعشرة مليون يعني لو جاء اسامة مية وعشرة مليون على مليون ونص يطلع تقريبا اكتر من ستاشر ضعف عدد السكان اللي هو الفنلندي اللي هو مليون ونص اللي لا يستخدمون فلو افترضنا ان الشعب المصري بكرة بدأنا نأكله الخبز بالحبة الكاملة وده قرار بسيط جدا ان احنا ما ننخلش الدقيق ويخبز بهذا ويبدأ الشعب المصري يتعود على المزاق بتاعه يتعود على التغيير اللي هيحصل في الحياة بتاعه هنقدر نوفر ستاشر ضعف الرقم ده في السنة يعني لو جانا نحسبها بطريقة بسيطة احنا عندنا مية وعشر مليون اه انسان اه لو اسمناهم على واحد ونص هيطلع عندنا اه تلاتة وسبعين ضعف تلاتة وسبعين ضعف ضربناه فيه الميت مليون يورو هيطلع لنا سبعة مليار يورو ممكن نوفرهم سنويا سبعة مليار يورو يعني اكتر من سبعة مليار دولار ممكن نوفرهم سنويا كانوا بيتصرفوا على مرض السكر طيب لو ضربنا الرقم ده في تلاتة اللي ان الخبز ده مو مش بس بيقف من السكر بيفيد في السكر ضربناه في تلات امراض بس كمان امراض القلب اه وعندك بقى الضغط وعندك الجلطات وغيره امراض المخ الجلطات المخ فلو ضربناه بس في تلاتة يبقى ممكن نوفر اكتر من اتنين وعشرين مليار دولار او يورو سنويا بس مصاريف رعاية صحية مباشرة ده في دولة واحدة طيب لو احنا علمنا العربي بقى حوالي خمسمائة مليون انسان او اكتر يعني تضرب الرقم ده في خمسة اضرب يعني عندك تلتمية وخمسين مليار دولار اه او يورو ممكن يوفرهم العالم العربي مصاريف مباشرة في صحة اه مواطنية يعني ايه مصاريف مباشرة يعني بتتدفع اه في العلاج بتتدفع في العمليات ايه المصاريف بقى الغير مباشرة المصاريف غير مباشرة ان الناس السليمة دي ماشي المشتاعية بسبب العيش الانضار هتشتغل وهتمارس حياتها طبيعيا وهيبقى عندها سنين حياة اه مفيدة اكتر بدل ما يركن على جنبه وهو في سن الخمسين لا يقعد الستين والسبعين سليم ويشتغل ويجيب فلوس فلو ضربت كمان تقدر تضرب تلتمية وخمسين مليار دول فيه اتنين لو انت اه اه ولا اكتر لو انت استخدمت الخبز من غير ما تنخله بس على مستوى الدولة فاحنا بنهدر مليارات المليارات من الدولارات ونسبب معاناة المرضى المريض اللي يجو للسكر بدري ده مش بس يعني احنا دعم البحث طبعا ده بيحسب اقتصادي لانه ده بحث عاوز يتناول الامر من زاوية معينة لكن هناك هيتشق اجتماعي مريض السكر بيعاني اهلو بيعانو امراض التانية اللي بتصيب اللي بتابع الامراض السكر او بسبب الخبز ده اه بسبب معاناة شديدة جدا فاحنا يعني باختصار بنوجه الكلام ده وانا يمكن نادرا ما اطلب لحد ان هو شير فيديو او او يوصله حد لان انا عاوز الفيديو ده ينتشر عشان يصل الى المسئولين في جميع الدول العربية وخصوصا دولة مصر ان هم يبدأوا يشوفوا الموضوع ده كيفية تطبيقه الدول الاجنبية سبقتنا في الموضوع ده وبدأ معظم الشعب صحيح وما بيجبروش الشعب لانه يتناول الخبز الكامل الحبة ده الغير منخول لكن فيه توعية جامدة اه وزي ما شفنا في فنلندا هو تلتين الشعب بتاعها بيستخدم الخبز الصحي وباقي التلت وهم عاملين بحث عشان يخلوا التلت ده كمان يستخدم الحبوب الكامل فاحنا لو اخدنا قرار وغيرنا طريقة عادتنا الغذائية ويقول مش نعمل حاجة الامح اللي بنستورده هنستورده هو زي ما هو او بننتجه بنزرعه هو زي ما هو مش هننخله هنطحن ويخبس كما هو وبالتالي هنوفر مصاريف يعني هنوفر حوالي اه اه قلنا ستاشر مليار دولار على مرض السكر يعني حوالي حاجة وسبعين مليار دولار على كل الامراض والمصاريف مبالغ رهيبة جدا في اقتصادنا اللي محتاج دلوقتي يعني احنا فيه احتياج لان احنا نوفر كل دولار بنستورد به ادوية وبنستورد به مواد خاصة بالعمليات وبنستورد به حاجات كتير جدا وبنستورد بنصرف كتير جدا على الرعاية الصحية لان مش بس الرعاية الصحية بتبقى ده محلية ده فيه بتخش فيها معظم الادوية حتى اذا انتجت في بلدنا بتبقى المواد الخام بتاعتها اه جاية بالدولار مستوردة من بر فبحث رهيب جدا وبحث جميل جدا بيورينا قد ايه ان احنا البحث العلمي ايه الطبي الصحي ممكن بطريقة غير مباشرة يفيد اه اه اقتصاديات الدول ويحول دولة متوسطة الداخل الى دولة داخلها كبير لان الفلوس اللي هتتوفر دي ممكن تضخ فيه اه امور تانية ومشاريع تانية تشغل عجلة انتاج اه وتؤدي الى تحسين اقتصادات الدول فارجو ان يعني الانتباه للموضوع ده وارجو سرعة تطبيقه وعلى الاقل يبقى فيه الاختيارين موجودين احنا هنا في الاسواق في مصر اه لكن ما عرفش طبعا الدول العربية التانية ما بينلاقيش الاختيارين احنا بنروح للاقي العيش العيش العادي ده اللي هو موجود وما فيش الاختيار التاني وما فيش توعية وما فيش اي حاجة بتتكلم عنه فارجو اي حد يوصل له الفيديو ده ويكون بيشتغل في الاعلام او بيكون له سلطة او عنده قدرة على صناعة القرار ان هو يبدأ يفكر في ادراج الموضوع ده للبحث وكيفية تطبيقه وربنا يعني يجعل الامر ده قريب جدا ويطبق قريبا عشان ننقذ ملايين المصريين من التدهور الصحي اللي بيحصل لهم في الامراض المزمنة اللي بتيجي دي اه بيقول ايه كمان البحث تعشان المصاريف اللي هي يعني ايه غير مباشرة بيقول ايه علاوة بقى على الانفاق المباشر ده بيقول ان اعتمادا على السيناريو المطبق يعني في البحث يمكن اكتساب ما بين اه الف تلتمية تلاتة وعشرين الى اه مية اربعة وخمسين الف عاما من سنوات العمر اه السليمة ده طبعا على المليون ونص انسان اللي هم ما بيستخدموش العشدة يعني ممكن نضيف لهم مية اربعة وخمسين الف سنة طبعا مية اربعة وخمسين الف سنة مش لشخص واحد ده لعموم الناس دي كلها يعني اقسمهم بقى على مستوى السكان يعني فيعني ممكن تضيف لك خمس ستة عشر سنين زيادة فعمر كل واحد يبقوا سلام يعني بدل ما يبقى يعيشهم بالحقن والبرشام والكلام ده لا يبقى يعيشهم سليم وبيمارش نشاطه طبيعي فده بسبب انقفاض معدلات الامراض والاعتلال والوفيات المرتبطة بالسكر بس بالسكر من النوع التاني خلال عشر سنين اه او اكتر القادمين بسبب استخدام الخبز زوء الحبة الكاملة يعني كلام اه جميل جدا وانا البحث ده طبعا اه كالعادة هحطه في المصادر اللي موجودة في صندوق الوصف اللي اللي عاوز يرجع له ويستزيد من البيانات الرقمية اللي موجودة فيه. اه ده اللي عندنا النهاردة والى لقاء في حلقة قادمة وبحس جديد وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر